بعد محاولة أحد المعالمين النواب الانتحار في القيرة وين تعرفوا وحكينا منظر البرح على الاحتجاجات اللي قاعدين يقوموا بها المعالمين النواب ولس هذا النواب منذ فاترة حكينا حتى على الملف متاحهم اللي بداي من 2008 يوم ازاي المتواصل اليوم بدون أي حل حكينا على شغورات اللي في المعاهد وناس في المقابل قاعدة تحتاج الفيديو تنجموا تفرجوا فيها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك نيوز باي غاديو ميت حالة من الاحتقان ناس متغشة ناس تصيح بعد محاولة انتحار أحد المعالمين النواب بعد فما توضيح من المندوبية الجهوية للتربية تقول انه هذا الخبر عاري من الصحة نحكيه على خبر انتحار لانه زادة بعد تم تداول الخبر مفادوا انه المعلمة بي انتحار سيئي لكن المندوبية تقول انه الخبر هذا غالط وانه احد المحتاجين حاول انه يضرم النار في جسده ولكن زو ما لقوا دخله في الوقت المناسب وتم منعماتها الخبر سيئي وماتلين يموت اما اذا ما ماتش راو الخبر غالط يعني يعني ذي فارق نوعية ولنا نحسبه تحرق وما تحرق وده يغرى وحالته الصحية تعكرت معنتها اي ليه معنتها والله مؤسف حتى التوضيح مؤسف انه وصلنا الى الدرجة انه ولنا نثبته هل انه انتحر وقت اللي انتحر حاول انه يحرق نفسه وقاله تايش روح يعني مش معقولة هي محاولة انتحار في الاخير كانت نجم تؤدي به للوثيات شوف هي في كل حالات وضع مؤلم وضع مؤلم ما معليش وضع مؤلم ما تجاوزناهش 2008 يعني هده تحت بنالية وميقولوا ليش الناس راو لا ما فاماش تقديس راو حتى واحد يزينا من منطق التقديس ومنطق قلبين الفيسة لا لا لعننا معطيات تاريخية ونتعطاوه مع كل معطيات في الراهن والحاضر والماضي دميلويت شو المشكلة المشكلة كيفاش نطيح في مستوى البطالة نسبة البطالة كيف تحتسب نسبة البطالة في العهد ذاك في المرحلة هذيك كانوا يقولوا أنه المغرب تحسب في الترافاي السيزونية وفاء يعني يقلصوا في نسبة البطالة بإقحام الناس اللي تخدم موسميا تم اعتماد آلية تشغيلهاش كان المفروض أنه الآلية مؤقتة وأنه سرعان ما الدولة تدارك الدولة مفروض أنها تدارك الوضعية هذية وأنه في آخر الأمر تقوم بعملية إدماج في طالقانون في مناظرات لكن أيضا الناس هذم وفاء منحطهمش ومن بيدي جاليتين يعني فما أولا تفقد وفما عدد تفقد وفما تربص هذا وفما أقدمية هذوما دي بوان نجمون تفقوا أنه هذوما دي بوان اللي يخليه يدخل للامتحان وهو على الأقل عنده خمسين في المئة من إمكانية النجاح المسألة المالية المسألة المالية أراه إذا كان نعمل عملية الإدماج على أفواج يعني نعمل أوليست نومينال كاريما على أفواج على حتى خمس سنوات بالله منظر طول الخلول هذي غايبة على وزارة الأشخاص يعني لأنه بلاي بلاي سمحني البارح عدينا فيديو متاع أنه تم الاعتداء عليهم بالعنف من قبل الأمن تم استعمال الغاز المسي للدموع تم معتها طردهم من المكان المتواجدين فيه اليوم عديه في فيديو متاع واحد منهم قاعد يحاول أنه ينتحر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من القروان من سيدي بوزيد جاءوا بشي يحتاجوا أمام المسرح البلدي قاطوا عليهم الطريق وتعرضوا الهرس لأمنية ووثق هذا في مواقع التواصل الاجتماعي يعني أنا نحب نفهم أذو من ساي إذا مشي يحتاجوا قدام المسرح البلدي شنو الضرر في هذا شنو اللي ناجموا يعملوها عليش يتم منعهم من الاحتجاج فما دو ريزونمان وفا فما تفكير بطريقتين فما التفكير الاجتماعي شما أنت تفكير الاجتماعي يقول لذوما فما التفكير الامني تفكير الامني يقول فما التنسيق فما التنسيقيات تحركات هذه في اتجاه سياسي وفي اتجاه افساد الانتخابات التشريعية فما فرق الامني كيف يفكر فما فرق ما بين رجل الاقتصاد ورجل الحياة الاجتماعية كيف يفكر عالم الاجتماع يلزمنا ننتبهوا لهذا نتمنيوا أنه مصادرة الحق في الاحتجاج بالعكس هو العنف هو اللي يدفع الى الفوضى وابح شكرا لك منظر كانت هذه